تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمز الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أقيم صباح اليوم مؤتمر اللقاء الثالث لخريجية الشرق الأوسط والذي نظمته قوة دفاع البحرين وذلك في فندق الفور سيزنز ويأتي هذا المؤتمر ضمن أجندة اللقاء الثالث لخريجية الشرق الأوسط 2022 وشارك في جلسات المؤتمر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة كما ألقى كل من اللواء الركن عبدالرحمن خليفة النعيمي أمر كلية عيسى العسكرية الملكية واللواء الركن دانكن كابس أمر أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية كلمة بهذه المناسبة وقد شارك في جلسات المؤتمر عدد من آمري الكليات العسكرية للدول الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآمري الكليات العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة الصديقة واجتملت جلسات المؤتمر على عدد من المحاور الرئيسة وعدد من المحاضرات والدراسات القيمة والمعمقة ألقت الضوء على ما تشهده مختلف تلك الكليات من برامج أكاديمية معتمدة في تأهيل وإعداد الضباط وإيجاد البيئة المحفزة للإعداد العسكري وما تشمله من مراحل متقدمة عالية المستوى من الناحية التدريبية والعلوم الأكاديمية في المجال العسكري وطرق إعداد منهجية الأبحاث والدراسات في العلوم والمعارف العسكرية المختلفة المواكبة لكل مستجدات المجال العسكري بهدف صقل وتعزيز معارف الدارسين وتهيئتهم لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الطارئة في شتى الظروف حيث تم التطرق إلى مواجهة جائحة كورونا التي مرت على دول العالم وكيفية مواجهتها من قبل الكليات والأكاديميات العسكرية لضمان استمرارية وسير العملية التدريبية والتعليمية بها كما اجتملت الجلسات الحوارية للمؤتمر على سبل توثيق أطر التعاون المستمر بين هذه الكليات وقياداتها من خلال تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية لمختلف الصنوف العسكرية البرية والجوية والبحرية حضر المؤتمر اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصور آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني واللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري وعدد من خريجي الكليات العسكرية المشاركة في الحفل وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر